زاد عدد الموظفين ومنتسبي الحجد الشعبي إلى الضعف خلال سنة ونصف ليشكل عبءاً جديداً على الدولة في موازنة عام 2021 بلغ عدد منتسبي الهيئة 122 ألفاً في حين وصل عددهم إلى مسودة موازنة 2023 إلى 238 ألفاً و75 شخصاً أي زاد عدد المنتسبين للقوات 116 ألفاً و75 شخصاً في غضون نحو سنتين مراكز دعم الشفافية والنزاهة في العراق سجلت عدداً كبيراً من الفضائيين في قائمة موظفي العراق ليصل عددهم إلى عشرات آلاف الأشخاص وذلك يشمل غالبية وزارات ومؤسسات الدولة فضلاً عن وجود عدد كبير من الموظفين عاطلين عن العمل أو ينجزون أعمالاً قليلة جداً وبحسب تحقيقات صحفية أجريت حول مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2023 والتي يبلغ حجمها 199 تريليون دينار عراقية حيث تم تخصيص ميزانية خاصة بالحجد ضمن ميزانية الأمن والدفاع ويصل المبلغ المخصص في مسودة موازنة العراق للحجد ثلاث تريليونات و743 ملياراً و703 مليون و290 ألف دينار ويوجد في العراق عدد كبير جداً من الموظفين بعضهم فائضون عن العمل سعر النفط مرتفع ومستقر لحد الآن لكن في المستقبل سينخفض سعر النفط كما حصل في السنوات الماضية وبهذه الحالة سيواجه العراق كارثة كبيرة وسيعجز عن تأمين رواتب هذا العدد الهائل من الموظفين بحسب مختصين